وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي محمد بارودي هو معنا من لوكسنبورغ يسعد صباحك محمد أهلا وسهلا فيك بصباح سوريا يسعد صباحك يا محمد يا صباح الخيرات محمد خلينا نحكي بالبداية عن فارق الأسعار بين هذا العام والعام الماضي فيه فارق كتير كبير فيه تضخم ملحوظ أكيد ما فيه شك موضوع التطور بالأسعار هو لحظي يعني يمكن اليوم بين يوم والتاني مش الثنين خصوصا بأنه الموضوع يعني متعمد نوعا ما بأنه نحن نحكي عن مواد محلية نوعا ما وأيضا مادة الخيط اللي هي أساسي الصناعة صناعة الألبسة متوافرة متوافرة حتى قبل الحرب السورية وخلال الأزمة السورية وفي كل الأوقات بس موضوع الجشع هذا يلي لعب دور بشكل كبير فتم افتعاله خصوصا مع دخول المواسم يعني دائما ما نشوف نحن الارتفاعات الفاحشة بالأسعار بتصير على دخول المدارس دائما ودخول الشتاء فدائما في عنا إلى مواسم هذه الرفعات اللي بتكون فمتل ما قلت موضوع ولحظي موضوع الارتفاع وموضوع الاحتكار يعني موضوع نحن اليوم عم نشوف بعض القطاع لما قد عم نحكي كيف اشترى مثلا بدمشق من شارع على شارع عم بيكون السعر يعني مبالغ كثير بطريقة كبيرة وخصوصا نوعية المادة يعني مثلا الألبسة الأطفال هي اللي عم بيكون فيها الغلاء بشكل أكبر الألبسة النسائية من بعدها من بعد منها عم بيكون الرجال كونه معلي الطلب أو النور يعني الرجل صار بالنسبة له الأطعال الجديدة صارت ترفاهية مبالغ فيها كون الأولوية للعائلة يعني محمد فينا نقول أنه بس الجشع مثل ما ذكرت أم في واقع اليوم البلد فرض على التجار أنه يكون في ارتفاع أسعار معين ومو حتى لحظة يعني إذا نقول فارغ بين عام وآخر هلأ برجع بقول لميكن لو مادي تانية منقول أنه السبب بيكون شيء آخر بس يعني بحسب ما نشوف المعروض كثيف جدا المغزون كثيف جدا أسوأ مثل الصالحية نحن لما نحكي عن بلاك فرائدة أو التخفيضات التي تصير بالعادة لربما هي ماركات أجنبية بتكون داخل البلد بتقوم بهذه التخفيضات لكن نحن هنا نحن نحكي عن سلعة محلية المفروض أنها أرخص من غيرها يعني نحن نعرف هناك عقوبات على سوريا ممنوع دخول أي شيء من برا ومع ذلك الأسعار التي داخل سوريا هي أغلى من الماركات التي موجودة برا طبعا ما يرجع لنا نص النقطة موضوع الجشعب يعني هناك توجيه محلي بأنه لا تضل الأسعار مثل ما هي لحد ما يصل حتى المغترب الذي اليوم يتجرأ وينزل لتحاد أنه لا ما نزل معي شيء لأنه نفس الساعة أو أنه إذا بدي نزل معي شيء يكون أرخص رح يتجمرك بالبلد ليفوت قبل ما نحكي عن المغترب الذي يجيه نحن فيه هلأ من لما بلش قصف لبنان فيه أزمة النزوح التي صارت باتجاه سوريا والعدد الكبير الذي دخل نحن نحكي عنه تقريبا أنه أكثر من 400 ألف بني آدم دخلوا منهم عدد كبير من اللبنانيين فهل من الممكن أنه النظام عم يعمل على اللعب على فرق العملة بما أنه اللبناني بيتعامل بالدولار وهو بحاجة لضخ عملة بأسواقه فهل ممكن عم يعتمد على هي الطريقة حتى يعود لربما الكسر اللي كان عنده سابقا أو بنسبة للتجارة أيضا طبعا ما في الشاك يعني موضوع حسنية لا يستخدم مع النظام السوري أكيد بكل من المجلات سواء في الموضوع يتحكم بالنازحين وبالوافدين أو غيرها ولكن موضوع الأنبسة تحديدا في سوريا يعني موضوع مركب نوعا ما كونه المادة الأساسية هي متواجدة حتى فينا نقول هاي المواد مش بيعوف عليها الزمن يعني اليوم في بعض الأمور اللي بتكون بالأنبسة الداخلية القطنية مثلا على سبيل المثال هاي موجود منها بمعامل أنتجت لعشرات السنوات وموجودة الآن معاملها لا تزال بمناطق مثل الحوشبلاس وغيرها لم تتأثر بأي شيء ولحد الآن مسعرين على القديم ورابطينا بالدولار فبالتالي الارتفاع عم بيصير بشكل كبير الله يعين اللي عنده علي صعب كتير اليوم على أب وصعب كتير على أم إنه ما يقدر ينبي احتياج طفل صغير خصوصا اليوم لما الولاد عم يشوفوا على السوشال ميديا أقرانهم أو قريبهم عم يتابعوا ألوان معينة بتنزلي على السوق السوري للأسف بتلاقيه كأنه نازلي بسنة 98 يعني اليوم كل الناس لما بتطلع عليهم للأسف عم تشوفوا لساعتهم عاديين بمعادة في مواكب أطرق المواكب بالموضوع وحتى هذا الشيء بيعطينا يعني كماني عين على أنه ما فيه شيء جديد عم يتم إنتاجه يعني الموضوع هي كلياتها بضائع مخزنة أكتر وأكتر لكن محمد نحن للأسف اليوم الأهالي ما عد دحكت بموضوع الموضوع يعني السعر الجاكيت عم جد صار خرافي يعني إذا بدك تلبسه لطفل طب هاي إذا عم نحكي على الابضاع الجديد شو وضع البالة؟ يعني كمان صارت أسعار مقارنة بأسعار الجديد فيه يمكن جواكيت وبناطلين عم تكون أغلى يعني ما عم نحكي طبعا على الصنف الأول والتاني هلا يعني يوم ما كانت كلمة بالة هي للتندر يعني المجتمع السوري ما كان حتى بيعرفها ويمكن يعني بحب البطاط يعني يعني يمكن ينزل لإلك أنا بجيب أنتيكة وشي غريبة وخده معرفان إيمته يعني لما بده يأخذ براند ينزل مثلا على الأطفائية اللي يشوف البالة اليوم للأسف صارت هي أسلوب حياة يعني حتى اليوم مش البالة اللي عالم تعرفها اللي ينزل على شارع خالد بن الوليد ولا على الأطفائية ولا أسقاء البرول اليوم صار الفيسبوك هو بالي يعني اليوم عم نشوفي صار فيه بالمجتمع موضوع اللي يشترع جاكيت من سنتين اليوم بيرجع ببيعه بيعمل فيه كوميشين كمان وفيناس بتشتغل هالشغلة فصارت القصة يعني عادية كتير يعني وصار كتير مقبول كمان يصير موضوع الهدية إنه حدا يهدي التاني ألبسة قديمة مثلا فهذا الموضوع يعني للأسف كان يوم ما شيء للتندر ولكن صار واقع حالي بنفس الوقت يعني كتكافل اجتماعي هذا الشيء جميل يعني إنه يكون لحد الآن في ناس يعني بيكون تبرعاتها على شكل ألبسة ولا غيرها كمان هي عم تحل الأزمة بمكان آخر بس كمان الأسعار نوجع لها نفس النقطة يعني اليوم ما عصى في شيء مثلا نقول تحت النصف مليون إذا حدا حابب يعمل هيك بس يعني يمكن بقوله ستايل واحد يعني فهذا رجل وعبالك لساعة فكيف إذا فتنا بالستات وفتنا بالمناسبات وفتنا حتى بالأطفال وبرجع بقول يمكن أكتر وأصعب شيء اليوم بيكون كتحدي لأي عائلة هو الأطفال يعني موضوع اليوم الاستغلال عم بيكون بهذه النقطة تحديدا سواء إذا كان شيء مستعمل أو إذا كان شيء جديد يعني اليوم الموضوع مش منطقي اليوم تقللي طقم أطني اللي بيلبسوا الولد بالاستخدام اليومي داخل المنزل والأغير واليوم وهم سنة 350 ألف ليرة لأنه اليوم ما في طفل ما بالدورة لاتربع قطع من هذا النوع كنا عم نحكي وقت اللي عم نشتغل المادة محمد أنه سابقا مثلا كان فيه أنه الأهل مثلا يشتروا للولد الكبير الأصغر منه بياخد دايما بتنزل سنة للولد الأصغر وهي كانت يعني نوعا ما متداولة لكن الفرق حاليا أنه الغالبية العظمى صارت تمشي على هذا النهج من التدوير أو إعادة التدوير بالنسبة للتياب للأطفال اللي أصغر سنة كمي فعليا هذا عم يأسر حتى على نفسية الطفل نفسه يلي ما عم يشوف قطعة جديدة إلا نادرا بحياته طبعا يعني هاي برجع بقول الله لا أب ولا أم في هذا الموقف يمكن العيش برا سوريا وابنه بيعطيه أطعم من أخوه بتحسي يعني غير غيرت الدمعة بعينه بأنك له ليش أنا؟ صحيح وأخوة من غيري فلا في ناس يعني لأسف نعرف ما نبسوا جديد من سنين يعني موضوع التداول أو أنه يكون القطعة بأكتر من مكان كمان هي التي يعتمد على كواليتي هالأمني حتى وصلت القطعة للأكل صغير بس يعني على هوا اليوم الانتاجات اللي عم يشوفها الانتاجات اللي عم يشوفها وبنفس الوقت يعني طبيعة البلد كمان كونه مواصلاتها صعبة فهذا الشي عم يخلي الولاد يستخدم أو يهري أكتر الأواعي فبالتالي عم تروح هيبتها لكن ما بتصل يعني جيد إذا بتصل القطعة للأخ الأصغر بس يعني كمان اليوم الكواليتي عم تلعب دور ما في جودة حتى لما عم توصل عم توصل معاة تدويرها يعني يعليها رقعة يعليها توصيلة يعليها شغلة لأخفاء الجرائم اللي عملها أخو قبله لأنه أكيد على الاستهلاك الكتير بتكون انتزعت بمطرح من المطارح لكن مجبرون أخاك الله بطال بتضطر الأم أنه تحاول تلاقي تصريفة جديدة للقطعة حتى تبين بشكل مقبول للولد الأصغر أو مختلف شوي على الأقل لما بيحس حاله أخده ما يكون انغدر غدري كاملة أدية شكرك جداً يا محمد بارودي أدية صحفي من لوكسنبورغ وتمعنا عبر السكاي بيس لم أكتر يا محمد